بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المشاهدين في برنامج الأستاذ أهلاً ومرحباً بكم بدايةً نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لإدارة خانات الصحة والجمال على تاحت الفرصة للظهور في برنامج الأستاذ لليوم الثاني على التوالي وبدايةً أرحب بزميلي محمود أبو الرحمن أهلاً بك أصدر وضيفي الكريم الأستاذ علي ماهر خبير النقل البر أهلاً بحضرتك مساء الخير على كل أسرة مصرية مساء الخير على الصحة وعلى الجمال مساء الخير على عشاق الصحة والجمال وعشاق برنامج الأستاذ النهاردة فقرتنا متميزة جداً النهاردة هنحكي عن قصة كفاح يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء الأستاذ علي ماهر خبير النقل البر أهلاً وسهلاً يا فلت أهلاً وسهلاً بحضرتك وبالأسوز عصام وبكل الحضور في البرنامج وكل الناس الحلوة اتشرفت طبعاً بيكم ده اللقاء التاني مع الأسوز محمود أهلاً وسهلاً سعيد بيجي فلت أهلاً بحضرتك يعني حدثنا في البداية كده عن نفسك وعن طبيعة عملك تفضل علي ماهر فليت أوبريشنز ديريكتور شغلي في حتة الفليت مانجومنت الحمد لله المجال ده أنا بدأته من زمان يعني بدأت الكرير من بعد ما تخرجت على طول في أول ألفين وحبيت المجال وانطلقت فيه يعني الحمد لله وتوفقت وتعبت لحد ما وصلت للمرحلة الحمد لله اللي أنا فيها حالياً من الخبرة والعلم اللي بيأهلني إن أنا أكون في المكان ده يعني طبعاً الكلام ده مجاش من فراغ أنا بدأت الكرير حباً فيه من والدي كان هو ماسك برضو أوبريشن لشركة عندنا الشركة ديت كانت بتصبرت على المواد البناء وهو كان ماسك النقل والصيانة فيها وكنت أنا أروح زيارات كده في الأجازات مع الوالد فحبيت المجال وبقيت متعلق بالسيارات وبالنقل وبالحركة أو بالأوبريشن ديت من البداية يعني من السبر والحمد لله ربنا وفقني يعني وسفرت دول كتير وخدت خبرات كتير في الخليج وفي أوروبا وفي مصر وفي كذا مكان وكل ده الحمد لله بتوفيق ربنا وبرضو بالثقة في اللياس ومثقة في النفس ودعوات الوالدين والأهل يعني ومحبة الزملاء الحمد لله جميل نحن معنا صور على الشاشة خاصة بالأستاذ علي مهر خبير النقل البري ممكن توضح لنا الصورة دي ده إنجو روتجر حد من أعز أصدقائي في ألمانيا وهو ده كان اللي عرفني على شركة يونيبيرسل ترانسبورت ميشيل إنجو روتجر ده كان واحد من مديرين مشاريع الألمان وهو اللي رشحني كمدير نقل لأن أكون مسؤول عن نقل التوربينز من مواني مصر كلها اللي أجي من سيمينز من ألمانيا ومن كذا مكان للعاصمة الإدارية ومحطة كهربة بانسوي كانوا أضخم مشروعين في 2016 دي كانت بعد منزلتي من الخليج على طول وده كان التيم بتاعي التيم اللي أنا كونته الشركة يونيبيرسل منه فورمان ومنه فيه واحد خبير ألماني كان معنا بيصبورت معنا في حتة الهيدروليك سيستم مخلافه والباقي هم الأوبريتورز بتوع السيارات تمام اللي بعده لصمع دي برضو صورة للتيم برضو بس على نطق أوسع شوية وكان معنا محاسبين وكان معنا السكرتاريا دي كانت في ألمانيا لا دي كانت في السكنة هنا بعد ما جبنا المعدات من ألمانيا ومرجعت من ألمانيا بعد ما رجعنا وخدت ترينينج وكل شيء دي كانت تقريباً أول رحلة لنا بتورباين من الأدبية أو من ميناء لبيل السكنة دي بقى أسرار لزهرة دي في بلو سكا ديت في الفترة اللي أنا اشتغلت فيها مدير النقل ببلو باس إحدى شركات مجموعة سكاي بلو سكاي بلو سكاي كنت مدير النقل ببلو باس ودي كانت أول مرة أشتغل سياحة وكانت تجربة جميلة جدا دي بقى الصورة الجميلة دي الصورة دي كانت في هامبورغ وده الفليت بتاع ينفيرسل بس في ألمانيا والتلج بقى الصورة الحاجات اللي حدرك شاهدت فاديات فدي كانت برضو من الأماكن الجميلة جدا دي هنا برضو في ميناء الأدبية كانت برضو أول بداية الابريشن وإحنا بننقل البرانسفورمرز والتورباين والميديولز والحاجات العملاقة دي كانت بتوصل 200 و 300 طن أحيانا دي بقى الخرافة أنا شاهد في الخرافة ده البانش كارد بتاع أو الكارد بتاع في الخرافة ناشنال ودي كانت من طبعا أفضل وأجمل الشركات اللي اشتغلت فيها في حياتي الخرافة ناشنال طبعا في الكوين ومازلت بعتزة بيها ولسه حافظ الأيد نمبر بتاعي هنا جميلة الحمد لله وده كانت في أسطول النقل البري هنا في مصر قريب من شهور يعني أنا عايز بقى حضرتك رحلة كفاح زي ما حضرتك قلت أنا عايز حضرتك تحدثنا باستفادة عن مجال النقل تمام هو موضوع النقل اختلف عن الفترة اللي فاتت يعني كان زمان العملية شبع شوية أو واحد عنده عربية وبيحط على سواء وبينقل وكان بيحصل بعض انسدنت وبعض نيرمس وحاجات زي كده الفترة الحالية بقى يعني بمجهود ناس كتير برضو وصلوا لمرحلة كويسة جدا بعد أناليسيز وشغله مجهود كبير على حتة النقل ديت وخاصة بعد ظهور فكرة السابليت شين وإما دخل موضوع الليجيستيكس أكتر في الحتة ديت فده انعكس على النقل لأنه النقل جزء من الليجيستيكس جزء من السابليت شين بشكل عام يعني فحتة النقل دلوقتي اختلفت خالص عن زمان زمان أنا كنت بنقل بضاعة أو سلعة نعم أو أشخاص حتى من مكان لمكان نقطة نقطة ارتصال يا أستاذ علي أهلا أهلا أسألا يا مرحب أهلا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم من معي؟ من معا؟ مع حضرتك زينم محمد مدرسة انجليزي أهلا بك يا مدام زينم أهلا بحضرت أهلا بك يا مدام زينم أهلا بحضرت أهلا بحضرت أهلا بحضرت أهلا بحضرت في سلة قربة مع الأستاذ علي ماهر ولا مداخلة دي إزاي يعني؟ ما شو زعلي طبعا ده دوكي الغير طبعا هي المدام اللي لها فضل جبير طبعا عليها وكانت صبرت ليا في رحلة الكفاح دي كلها كانت هي مرافقة ليا على طول في كل شيء وهي كمان هي زوجتي طبعا وبنت خالي كمان يعني في نفس الوقت فالحمد لله أن ربنا برضو وفقنا بجانب الشغل الكويس والزمل الكويسة بأسرة كويسة يا أستاذ زينم زوجة صالحة احنا كنا بتكلم على حدثنا عن الأستاذ علي الإنسان مش الأستاذ علي أستاذ علي ده أجمل إنسان طبعا شخصية طموحة جميلة كل الصفات الجميلة الحمد لله هي الأخلاق الحلوة اللي عنده هي لوصلته للمرحلة الجميلة اللي هو فيها دي أستاذ زينم الدعم المعنوي لسيادتك كونك أن أنت زوجة أستاذ علي وفي نفس الوقت شريكة معاه في قصة الكفاح دي كان دوره إيه كان دورك إيه معاه يعني عشان يوصل للحاجات الحلوة اللي بنشوفها دي على الهوام أنا دايلاً كنت أشجعه بصراحة يعني يعني أنا بشوف حاجة حلوة لازم نشجعها وكانت تترجم لي كمان أداب إنجليش وتربية كمان طيب أنا ما بقول الكلمين عن ظهورك بقى في الإنجليش والحاجات الحلوة دي صنص أداب وبكرويس تربية كمان في نفس الوقت يعني واخد الإشياتين فهي تخصص إنجليش أكتر فكانت أحياناً نحن نجد بتعامل سيادتك بيحتاج فعلاً أكتر فعلاً كنت بحتاج ترجمة كتير جداً كنت بحتاج ترجمة كتير جداً فهاك بتسعيدني فيها في الوقت اللي أنا ما بقاش عند وقت نحن عايزينا هيا اللي تتكلم اللي أنا تقولي الكلام ده أنت ما تدفع عنها من 15 سنة مثلاً إنا ما بدأنا أنا ما دلوقتي استاذ علي بقى استاذي دلوقتي هو لدي عرص لنا الإنجليش كله اهلاً بك يا فد عن تستاذتي اصورت بقاءie دولة في رحلة عمل يعني ما سافرنا لكويت وسافرنا السعودية ونسافرنا أكتر من مكان بصراحة يعني وندنا فترة كثيرة بره بس ما شاء الله يعني عليه كل مكان بيضيف ليه بصمة حلوة يعني chainST اي مكان راحه تفي بصمة حلوة الحمد لله أحب البلاد لجاموراتكم في رحلة عمل أنت الأستاذ علي الدول صراحة الكويت كانت من البلاد الجميلة قوي يعني من جميلة والسعودية يعني بصراحة دول أحسن البلدين احنا قضينا فيهم وقت حلو وفيهم تغيرات حلوة كتير يعني حابة تضيفي حاجة يا أستاذ زينب وإحنا على الهوى للأستاذ علي أو كنصيحة للشباب كده وإنت على الهوى معنا أنا حابة أقول لأي إنسان أنه هو يشتغل على نفسه كتير يكتهد ربنا يوفقه وده اللي حصل يعني الحمد لله مع جوجي لأنه كان عنده صبر جامد قوي وبدأ بداية حلوة يعني بدأ بالصبر وبالكفاح والإراية كتير والتكنولوجيا يعني هم النوع برضه اللي بيحط تكنولوجيا قوي دايما على تواصل كده بالميديا وبالنيت وبالأي جهات جديد بيحاول أنه يتعرف عليه فدي حاجات كميلة دايما الواحد لدي نكون مواكي بالعظم مش بس إن إحنا أفضل قفل على نفسي على المعلومة اللي عندي لأ لازم نفيد اللي حوالي يا بيها وحقق انتشار بحس إنه يكون فيه فيه خبرة بنضفنا فيه إضافة فيه حاجة حلوة بنضفنا لنا وربنا وفق إن شاء الله ماذا تتمنين من أمنيات اللي الأستاذ علي أن يحققها في المستقبل القريب إن شاء الله على مستوى الشخصي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى العمل التوفيق بإذن الله في كل مجالات الحياة في التوفيقه في الأدرة وفي الحياة العملية وكل حاجة ربنا وفق إن شاء الله وحقق له كل ما يتمنين يا رب اللهم أميننا سعادة بك نعلينا الخبر قريب أبل ما تقفل إن زوجة الإنسان في الأخيرة هتيبة هي زوجة في الدنيا في الموضوع ده وكان صدمة وفرحة يعني وفي الأول بيبقى خطة كده ومعنى كده رب سعوة تعالى يجمّل حياتكم وسعادة وهنا وفرح وسرور سعادة بك يا أستاذ زينب أستاذ علي ننتقل بال المثرك الأعلى في مجال عملك وهم الصفات التي اكتسبتها من خلال هذه القدوة والنموذج طبعا هو على المستوى الشخصي بسرعة أنا مثل أعلى والدي طبعا اللي هو كان أول نموذج ناجح شفته وكنت بقى لده كتير في شغله وفي طبيعة عمله وفي إخلاقه وفي كل شيء بعد كده النموذج برضه المشرف جدا اللي احتزيت بيه كان المهندس وسامة عبد الباقي ده أول حد أثر فيه في الكويت كان مديري كان مدير الإكوب من ديفيجين بالخرافة الناشنال كان فيه قبل منه حد اسم روبرت وين ده كان مدرب أجنابي لنا بيدينا ترينيج في السيفتي والكواليتي روبرت كان من الناس المحترمين بس هو أعتبر المهندس وسامة اللي خدت منه صفات كتير بقى منه مصري زيه وكان عنده حتة برضه أولاد البلد وهم يستقبلنا كويس في الغربة ويشجعنا هو كان دايما هو كان يقولي أن أنا بعدك يعني بعدك أداد للمناصب القيادية دي هو كان مهندس كبير ومشهور في الكويت من مديرين النقل الكبار والناس النقحة جدا فكان مهندس وسامة عبد الباقي ده طبعا الرجل اللي بتشرف بيه وبحبه جدا وياريت يكون سامعنا برضه دلوقتي فيه بعد كده شخصات كتير أثرت فيه الدكتور محمد خليفة ده تعرفت عليه على الميديا وبعد يسمع كرصاته في البي ام بي وغيره وبعد كده تقابلنا في الكويت في مؤتمر في الكويت كان بيدرس ريسك مانجمينت وأنا من عشاق الريسك مانجمينت يعني لأن قريت فيه كتير وحاجة كويسة جدا والتقيت بالمونس محمد في الكويت أكتر من مرة تاني لدرجة أن الناس بقت تسألني على أرقامه على مكانه هل هو في الكويت ولا في مصر ولا في دبي حاليا وبيني أصدقاء جدا ده كان نقط تحول في حياتي برضه وغير حياتي بشكل كبير جدا تلتين وستين درجة الدكتور محمد خليفة حسن وبعد كده قابلت ناس كتير برضه محترمة في المجال تعلمت منهم لما تعرفت على إنجو روتجر في ألمانيا وهنينج بنتين الناس ده كلها كان لها فضل علاف إنهم يعلموني كتير جدا برضه في المجال وطول ما احنا ماشيين في الرحلة بنقابل ناس برضه محترمة وبنتعلم منها ويعني أنا آسف لو نسيت حد يعني من الناس الكويسة اللي وقفت معايا السيد عبدالله الحص ده كان صاحب شركة الحص هو الشركة اشتغلت فيها في الكويت لمدة ست سنة ونصف أو سبع سنين السيد عبدالله الحص ده كان حد محترم جدا وكان من سيني تقريبا كان أونر للشركة وكان بيدعم الشباب بشكل غير طبيعي وصفرني أكتر المكان وكان يعني بيدعمني معنويا بشكل غير طبيعي وشكل مادي برضه في كل التسهيلات يعني كان معانا السيد جون راعد كان جنرال مانيجر في هتكو قابلت ناس كتير قابلت من ساحمد الجزيري من الشخصيات الكويسة في مصر في مجال النقل يعني مريت قابلت السيد هايسة مبودومة في بلو سكاي كان سي أو هو كان مدير المغاشر كنت ريبورتنجلي دي كلها شخصيات محترمة يعني تعلمت منها وأثروا في شخصيتي وعلموني كتير في المجال وفي الحياة بشكل عام حضرتك يعني أنا عايزك تكلمني عن رحلة العمل وتراكم الخبرات هل أثرت فيك فعالي ماهر بشكل إيجابي ولا بسلبي ودينا الاتنين تمام أنا أنا تخرجت في 99 وخدت بقى المرحلة لأول مية بتاعة التجنيد والكشف والكلام ده كله وبعد كده بعدها بسنة تقريبا كنت بدأت حياتي العملية في مصر كانت نقطة تحول من الصفر في أول 2004 تقريبا لما سفرت حسيت إن الدنيا مختلفة خالص يعني لو كنت فضلت في مصر لحد النهاردة العشرين سنة اللي فاتت دول ما كنتش يعني أتوقع لما كنتش أوصل إلى سلطله حتى على المستوى العلمي يعني على المستوى الخبرات إنما اللفة دي بالشكل الكبير ده أكتبت بالدول كتير اللي أنا روحتها بالنس كتير اللي أنا قابلتها دي طبعا نضفتلي كتير جدا يعني حتى فيه ناس ينود أنا عادت في الهند فترة كبيرة كنا بنجيب ناس بنعمل ريكروتمنت للخرافي قابلت ناس كتير جدا في الهند واختشفت إن هي بلد عظيمة جدا ما كنتش عمري يعني أسمع يعني كنت أسمع كنت شفت الجمال ده والطيران أنا يعني سفرت 18 رحلة جوة الهند بالطيران الداخلي نتنقل من أولايا لأولايا ننتقل من أولايا لأولايا الأخرى يعني فشفت كتير يعني وتعلمت كتير فلو كنت في مجالي هنا أو في نفس الكرير حتى أو في كرير غيره وعلى نفس الخط المستقيم في مصر وما خرجتش برا أكيد طبعا ما كنتش أفكر خارجي الصندوق ما كنتش أوصل للمرحلة اللي أنا فيها حاليا فالصفر بيدي خبرات كتير جدا بيعلم الإنسان كل الشخصيات اللي بقابلها طبعا بتعلمها وبتأثر فيها بيعلمك الصبر يعني في البداية كان الواحد لسه برضو ظروفه وماديا مش ما بسمحش أنه أقدر يتحرك كويس كان في حيات كتير تغلبت عليها أن أنا بعد كده بقيت عندي عربية ما كانش عندي عربية كنت تركب مواصلات العربية سهلت شوية شوية بعندي بيت أوسع شوية يعني الحاجات دي كلها بتسهل بتيجي من من التراكم الخبرات والعلم بتجيش فجأة يعني أنا مش هروح للكويت النهاردة أسكن في فيلا لا سكنت في الأول شيرينج وعدت مع هنود وكنت أنا مع الأرض وبعد كده شوية شوية آه طبعا بقى عندي ستوديو خاص بيا شوية بقى عندي شقة وبعدين جبت المدام وبعد كده يا ربنا كرمنا بأولادي يعني موليد الكويت معظمهم فالصفر اداني كتير وعلمني كتير طبعا في حياتي وفي شخصيتي وفي تكون شخصيتي يعني وفي تنمية مهراتي وشغلي أمنية لم تتحقق حتى الآن والله الحمد لله أنا ما طلبتش حاجة من ربنا لما اتحققت يعني بفضل ربنا بفضل ربنا ودعو الوالدين وفضلوا علي أي أمنية طلبتها اتحققت هي الأمنية الوحيدة اللي كلنا بنحلم بيا نحن نشوف أولادنا زينا وأحسن مننا وفي أماكن أحسن مننا ويكون حياتهم أسعد مننا كمان هي دي الأمنية اللي شغالين عليها والليها طبعا لسه ما تحققتش يعني بس إن شاء الله تحقق مع الوقت إن أولادنا يكونوا أفضل مننا وأسعد مننا اللهم أمين أستاذ علي أنا عايزك تتكلمني بقى عن العقبات أكيد يعني أنت لما بدأت من الصفر أكيد في صعوبات في عقبات في الكلام ده كله فأعايزك توضح كده لأستاذ المشاهدين تذكروننا مثال لو في عقبة كده وإزالي تغلبت عليها أنا مش بدأت من الصفر أنا بدأت من تحت الصفر يعني من السالب زي نقوله لأ كانت البداية صعبة جدا كانت بدايتي أول دولة سفرتها كانت في ليبيا كانت ليبيا في الوقت ده مزدهر يعني وفيها شغل كويس بس أنا طبعا بدايت كانت لسه شاب متخرج بدور على أي شغل أي حاجة في البداية كانت الدنيا صعبة وكنت حينا يعني ملقيش مكان أنام فيه كنا نشتغل أي شغل عشان نجيب أي دخل كانت العملية بالنسبة لسه في البداية صعبة جدا خدت منها برضو يعني تعلمت فيها الصبر كتير وإن أنا ممكن نام في الشارع ممكن أعد في أي مكان ممكن أأكل أي أكل كانت هارد تايمز زي نقوله بعد كده لما ربنا قرامني وسفرت الكويت بدأت الدنيا تتحسن معايا تدريجيا بعد كده خلاص بقيت أليف أي مكان أخرج في أي دولة بقيت يعني طبعا الموضوع ده جي تدريجي فالحمد لله يعني كانت الصعوبات كلها بقت تزول مع الصبر والكفاح والثقة بالنفس يعني والثقة في الله سبحانه وتعالى ودعوات الوالدين طبعا والإراية كتير والعلم والخبرة وكل الصعوبات أو العقبات اللي قابلت تجلبت عليها طيب عايز نصيحة فقال من 20 ثانية للشباب والله دائما نصيحتي إن الشباب ما يكسلش يعني يعني زي ما عرفت إن حضرك اتخرجت واشتغلت على طول فأنا أتمنى وانا نفس الشائط يعني أنا كنت باشتغل كمان وانا في الدراسة فأتمنى إن الشباب برضو يكون على طول شغال في حلقات قديمة إن شاء الله سعداء بك وانا شبابتنا الشرف لينا يا فندم وشكرا على اللقاء الجميل ده رب العز كلا هنا عزيزي المشاهدين تنتهي حلقة برنامج الأستاذ على أمل اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته